صدفان من جديد بدي رحب فيكن على طريق بعبدة الأمور معقدة جدا 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 هل نحن فتنا إلى أزمة نظام أزمة دستورية فوضى دستورية ماذا بعد كلام فخامة الرئيس الجمهورية عن قبول الاستقالة وهل قبول الاستقالة ميقاتي بتحتم استمرارية العمل بالحكومة على أساس كأن الاستقالة مش موجودة أسئلة كتير مطروحة اليوم والأهم ماذا بعد الخميس أهلا وسهلا فيك الكاتب السياسي السيد جوني منير صارنا زمان ما لتقينا بالستوديو أزمات بذكر آخر مرة حكينا كانت 17 تشري طلعنا على التليفون وبعد مرة مرة ومن وقتها مجرى نلتقينا أبدا رح بلش معك إذا بتسمح من نحنا إلى أين هذا السؤال اليوم فتنة فوضى دستورية سقطت طائف رئاسة الجمهورية بدأ تسويه تحتاج إلى بناء جديد للنظام شو نطرنا؟ أول شيء مثلا خير فتنة على فوضى دستورية فوضى دستورية وسياسية من الرقيه لماذا دستورية بأس الفوضى الدستورية أخف من الفوضى السياسية الفوضى السياسية أكبر رح تكون من هلأ وبالرايح من نص الليل وبالرايح من بكر الصباح وبالرايح راح نكون قدام مشهدين صورتين أو خليني يقول جوين الجو طبع رئيس الحكومة يلي أنه هاي الحكومة بها تمشي وبفتكر يعني دستوريا وبالاعتراف الخارجة بأكيد هالحكومة راح تكون ماشية مجتمع هيك بلغ راح تاخد بس لكن راح تمشي مرسيم وما إلى هوني المرسيم المختصة ومحضرة المرسيم تعوق تعلق بياللي بتحتاج لطوقع رئيس الحكومة الوزير الماني ووزير المال بده يعمل لها يجرب يعمل لها نوع من الانجازات بمزدوجين نبلش بموضوع الكهرباء مشين هيك هو اليوم رايحوا ياخد معه وعلى أمل انه يبلشوا بتوريد الكهرباء تمان ساعات بالنهار بدءا من شهر كينون الأول وبدءا من بكرة بتبلش تسعير الكهرباء يلي هي التسعير هيدا من هون هل يقول لك وهون مستند كمان بهذا القطية بعضه مستند مستند على المناخ الجيد الإيجابية اللي جاية من بعد الترسيم المناخ الدولي وعلى ما يبدو الأمريكان ناويين يساعدوا جد من بعد الترسيم بموضوع كهرباء ايه الغاز المصري هلا ما بعرف كيف بتصير كباش بتصير معوقات وهذا الغاز المصري والكهرباء الأردني فإذا هون هيدا المناخ تمام بالموابل جبران بسيل بده يحاول يعني يخوضها بالسيزة قدراته بالموضوع الحكومي محدودة بمعنى انه ما جمع وزراء ما بيقدر يوصل للتلت المعطل إذا في حال بعد تنقايد الحكومة لأسباب كبيرة حلقة مش مطروحة نضيفي عليا انه في مش كل الوزراء بيمشوا معه في بيمشوا في ما بيمشوا احتمال هو الخاس اللي حكي عن دولة 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 انه هولي محسوبين على فرس و وانا برأي مش لانه ايه سيانت اول شيء بتسمع الناس بقلي كتير الكهرباء يعطي خمس ست ساعات كهرباء طال يا دينا الناس منا وجر بالقرقام الكبيرة تبع الموتورات وبموضوع الكهرباء الكهرباء حيات فازانو بتكل عهي الورا المؤسس مش رحبك العهي بس انه بده يصاعد بوجه انه هي حكومة غير دستورية كذا كذا السيدة بظل الخطاب وبرأيي هون رح اقولك رح يصاعد بمسألتين اول مسألة صلاحيات رئيس الجمهورية ويلي اخذتها هي الحكومة وبالتالي الموضوع رح يستخدم الخطاب الغرائزة حول الموضوع المسيحي الاعتقاده انه هيدا قادر يجمع وقادر يجيب وقادر انه يعود فيه بالموقع واثنين انه نروح عمله انتخابات سيتقدم بترشيحه بكرة بس يا البكرة عبر الجديد مع الزميل سامي كلاب تتوقع بكرة يقدم ترشيحه بكرة وتاني يوم أو تالت يوم بيقدم سلامة فرجية ترشيحه هيدا الفوضى السياسية عم تحكي عنه ايه مش انك عم حكيك الحماوي السياسيه اكتر من دستوريه بلاش لديك فيها خليني بس او تركتليك ياهولي عليك انت شكرا بتقدم الترشيح تبع جبران بسييل ووراء ضغري حيطلع الترشيح تبع سنامي فرجية اللي هلأ بعد ما رشحه له هيدا سيرفع من مستوى الضغط من مستوى الحماوي ولكن سيدا حزب الله في موقع حرج حرج طبيعة الحال لا كيف تكفي اللعبة من بعدها ببعرف تكون مفتوحة معلومات لديك السياسة جوني انه بكرة بسير رح يقدم ترشيحه او هي قراءات مبدئية ولانه المصادر يعني كنا تعرفيني كتير منيح قراءاتي بتكون مستندع معلومات ما بتكون جاياك يعني بكرة ترشيح انا ما فيه اجزوم بس بعرف انه اي المناخ موجود انه بكرة ترشيحه وعملك الاكتر بالصورة بالصورة والاكتر يطلع ببرنامج اسمه الرئيس والاكتر والاكتر قلتلك اليوم البعد 24 ساعة برشي حاله اسلامي فرجية اللي هو كمان بيجو انه طبعا جبران بيسير بتصورها كل ذلك هايكون لاشي حاله بنفس اليوم بكرة بعد يعني اصلي بعد 24 ساعة بعد 28 ساعة بس انه يعني هايكون وراء ضغري ترشيحه السلامي فرجية استاذ جوني منير بس بالقصة الدستور يعني حضرتك شفتك من اللي عم بتقول انه دستوريا الحكومة لازم تضل عم تصرف اعمالها بس اذا ضلت الحكومة عم تصرف اعمالها السؤال الابرز هو انه اذا تم تشكيل الحكومة تحتاج الى توقيع فخامة الرئيس وإذا الحكومة تحتاج إلى توقيع فخامة الرئيس فبالتالي مش بكل الأرغات نعم مش بكل الأرغات إذا قبل استقالة الحكومة شو إلى معنى يعني ما شفت ولا دستوري حتى الأشخاص مثلا يمين يلي هو أساس يمين يلي هو قريب منه درجة قال إنه ما ألم معها يدستوري يفعل ما ألم معها يدستوري أنا مني قانوني ومني دستوري وهذا بس الواضح من الخبرة في إجماع عندهم في هذا الموضوع إنه مقلة مفاعل برأيي كبه كان بمعرض الضغط كان يومتا على الرئيس مئاتي الساعات الأخيرة يعني ايه وبنفس الوقت رفع مستوى المواجهة قدامه يعني بس مقلة مفاعل هل الساعات الماضية صحيح كان فيه سعي وضغط من حزب الله بكل الاتجاهات لتشكيل حكومة قبل الساعة 12 الليلة وهل بعدها جري باتقيد حزب الله من يومين أيقا كما كتبت اليوم كان على أناعة إنه في حكومة رغم إنه هو كان أسبوع الماضي وهذا كان عم يعتقد هذا الجو إنه بركب آخر يوم آخر 48 ساعة تتشكل الحكومة وقال كل وعدونا اتنين وعدونا واتنين آآ على ما يبدو نكسوا بوعدوا معه مداش يزعجوا بزب الله يريد الحكومة لأنه لا يعني يريد بتعرفي من حسنات عدم وجود حكومة وكاملة مكتملة المواصفات من حسناتها من حسناتها الأليلة إنه بركب تدفش أكتر بتصير عامل ضغط أكتر باتجاه حصول الانتخابات الرئاسية ولذلك من هون فيك تفسري البرودة أو آآ آآ البرودة الدولية يعني البرودة تبع السفرة في التعاطي في الإحاح في موضوع حصول حكومة طبعا طالبوا طالبوا فرنسيين كانوا ضغطين قيل لا في مبالغها بكلمة ضغطين طالبوا بس ضغطوا شي تاني ما برأي صار في ضغط أنا ما شفت في ضغوط شفت في مطالبي ومطالبي شي وإني بيعرفوا كتير مني مطالبي بلبنان ما بتعني أنه راح تصير مطالبي شي والضغوط الفعلية الجدية شيء آخر يلي ما صارت لها تفسيرها عندي أنا أنا إذا حمفسر أنه ربما بيقولوا أنه طيب قد تكون عدم الذهاب باتجاه الحكومة مشكوك بشارعيتها مش بس هيك مش مشكوك بشارعيتها يعني خليني أقول في خطاب بشكك بشارعيتها كل نعظة قد يؤدي هيدا ليش ما بيؤدي لقدام أنه لحالة ضغط على الداخل لبناني للذهاب باتجاه انتخاب رئيس الجمهورية هي هي اللي بيهمه الأكتر وللذهاب باتجاه انتخاب رئيس الجمهورية بديك تعملي تسوية يسبقها تسوية التسوية اللي بديك تعمليها هون عم بحكي تسوية سيسية قبل التسوية دستورية مثل ما عم نحكي أو مؤتمر حواري لا مش تأسيسي ماش تأسيسي ما في مؤتمر تأسيسي مؤتمر حواري بدو يسبقوا هيدا تسوية سياسية تسوية ضمنية بدا تسيئ طيب أحد طرفيها طرف هي لويلة التحدي الأمريكية والطرف الآخر هو حزب الله إيران أو حزب الله حزب الله هيدا بيصير تحت مناخ إيراني مساعد ترسيم البحري أظهر أنه المناخ الإيراني مساعد عطى إشارات لأنه فيه شغل أكبر من المنطقة هون لا هون إشارات تبادل رسائب هيدا بداية الطريقة أو تحضير صح تحضير أجواء رديك تفوتي على التسوية طيب حضرتك كتبت اليوم أنه التسوية الآتية رح تنشق رح تنتج رئيس جمهورية بالألفين وثلاثة وعشرين طيب كأنك عم بتقول نحنا تشرين وكنون هنه أشهر ميت أشهر ميت أشهر ميت طيب شو هي بوادر هيدا التسوية رح قلليك لاش أغوشي أشهر ميت بس كمان حتى ما كنا عم نحكي بالله هيدا مش لأنه الواحد طالع بينه في انتخابات أمريكية طح ومس هينتج عنها إن شاء الله ماينتج عنها شيء كتير كبير يعوّرنا لأنه نحنا مش نقصنا بدنا لها بدنا شيء يتفشنا لقدام مش شيء يوقف وضيفي عليها كمان الصراع الجديد أو المناخ الجديد يلي مستجد بين الأمريكان والسعوديين وضيفي علي كمان تراجع الوضع أو التواصل إلى درك إلى درك يعني عاطل ما بين السعودية وإيران وأنا بهقي هون بتوقع ترجع تشتعل المواضيع باليمن وربما أيضا بالخليج وعراق طبعا العراق يلي كتار ربطوا هايدي بموضوع العراق إنه صار في تسوي ما بالتسوي بالتسوي بلبنان مش صحيح امتخابات رأسية في العراق وترسيم حدود في لبنان امي مش صحيح اتزامنوا بس ما اتزامنوا لا لا بفتكر مقابيل الترسيم البحري في لبنان هو غض النظر غض النظر بمزدوجينه سماح لايران بزيادة انتاجها النفطي وبيعها النفطي لايروبا بالسوق بالسوق السوداء برأيي ممكن جزء تستفيد من الايروبا بحاجة اوروبا يوم وكمان ايران بالداخل ايران بالاخر وضع بالداخل كمان يعني اظهرت الابترابات اللي صارت او التحركات الشعبية اللي صارت خلال ست اسابيع اللي مرأوا انه في خطب للعالم خصوصا بيتحركوا ان الشباب بتاع الشباب اللي تحرك الفئة الشبابية هاي فئة الشبابية بيغض النظر في حدا حرك ما حدا حرك كذا بيغض النظر بس لك ما بيكون في عند حافزة تحرك وهي تعبت ما فيك تحاكي الفئة الشبابية هلأ يلي بايران بنفس يعني بعدها مستمر بالتضحيات الاقتصادية اللي موجودة من فترة طويلة من الوقود خلال هذه مسألة صعبة عليهم والعالم صغير قد ما تحطي بالانترنت بس الانترنت زغر العالم كتير أنا بعرف أنا في اتواصل مع يلي بالارجنتين ومع يلي بالقدب الشمالي ما في يشوف نمط حيات هاي كونيك ونمط حيات دي أنا يلي هو آسي هالأد حتى ما يكون آسي بده مفروض يساعد بالموضوع الاختصاد الاختصاد هو الأساس الحروب كلها على اقتصاد حتى حسن بالاختصاد بدي مدخول أفضل خلال من سنة إلى هلأ تراجع المدخول إيراني من النفط لأنه صار في شريك مضارب اسمه روسيا نفطة عم تتبه بالسوق السوداء وعم تتبه على الصين وكذا لذلك هلأ حسب آتئادي حلفة من مزدوجين حتى بلبنان ترسيم البحري ما بيدر روسيا لأنه عم تفتع وإخر كلمة يمشي ناك أنه تقطع على القطعة مش تقطع حتى ما نفوت والمسال الكبير بس لكن إيران واضح أنه لما تفتح لمجال بيظل حتى هيدا أنه تورد النفط وعلى السوق السوداء لتدخل أموال أكتر اللي عندها هي اللي هي بيعاشي إلون منشان الداخل خليه تنفس شوية أكتر هيدا برأي ساعد بموضوع الترسيم البحري ومش الوضع العراق استفاد كمان من هالوضع إيه بس لكن أنا اعتقادة وإذا ردك ذكريني لقدين أنه الوضع بالعراق بيهر بيرجع بيرجع مقتضى الصدر بيعمل حركة لقدامك الحال بلش يبين بداية تحركه وبيرجع القازمي أنا برأي ما قاعد عجنب قاعد عجنب بس مش قاعد عجنب ليفل يعني مش متل المالكي عم نحكي بالترابات بالعراق يعني لا استقرار في المنطقة كل عراق أنا برأي هاودي لأنه هايك هني قبل إعادة تنظيم والمنطقة بس التنظيم شو يعني هاودي حيأثروا على لبنان أنا هيدا اللي بيهمني هيدا مصطلح جديد تنظيم وليس تسوي ايه تنظيم ايه إعادة ترتيب خطوط التماس فيها كيفية حركتها برأيي بالتنظيم الجديد تبع الترتيب جديد تبع المنطقة هي راق بضل ساعة مشتعلة ينطف في فترة بيرجع بترتيب المنطقة لبنان وين تبريد تبريد ليش لأنه ما بدنا نخسر الإنجاز لتحقق بالترسيم الحدود أي وحدة ورغب أنه نتنياهو اليوم عم بيهدد ويساعد ويقول أنت خابت كلام أنت خابت لأنه هنصير ويقاتل الأمريكان ما في كثير وعاكل حال هو عنده الغاز طبعه يلا عم يطلع يستفيد منه كمال كنت عم تقولي أنه صار الترسيم ما الترسيم صار لأنه يجب تبريد منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط لأنه هذه المنطقة ستشكل أحد الموارد للغاز لأوروبا الحرب بأوكرانيا عم بيطولوها أو طولوها الأمريكان لا يوصل إلى محل فك الارتباط الغازي خصوصا ألمانيا والطبيعة الحال الأوروبا الغربية بروسيا الرابط الغاز بينتهم كان جاعة الأوروبا عم تكون تبعية ما فيها تطلع براتي أنه اللي عم يعطيكي غاز طبعا مش ببليش بس لكن عم بيوردليك هذا الغاز ما فيك يتزعليه صارت الحرب استفادوا مننا الأمريكان حتى يقصوا هذا الخطأ اللي بيعتبروه أنه تجوزوه ولا يرجعوا يأمنوا لأوروبا موالد غازية أخرى أحد الموالد الغازية أخرى هي شرق البحر القبيل المتوسط يعني لبنان إسرائيل إسرائيل شكل أساسي هلأ بتعطي لنحن لبنان بدي يعطي بعد خمسة سنين إزا لأينها إزا مش يعني عم شكك بس عقول لأنه بس تصير أكيدة هلأ إسرائيل بقى تعطي وبقى تعطي من هون وبالتالي لازم تكون منطقة ريئة وفي عندك الممر طبع أبرس عم يحكوا الممر من أبرس عندك وعندك المصري اللي حن بيكب كمان هاو دي كلهم بدون نقولهم ممرات تويو متل ما بيقولوا بومس يعني شخدوهم من هون على أوروبا بعتمرق بالمياه اللبنانية وهي دي تركيا عم تحاول تلاقي لقى لقى دور طبعا عبر في هذا الموضوع عبر الغاز الروسي حتى كنت تكتبع من قدامها كمان عم تحاول تلاقي لقى لقى حصة ودور ومائل خليني قول كل هايدي كل هايدي بتخليني قول أنا أنه لبنان رايح حتبريد بدوني بردو مش يناك أنا هدا اللي كان يخبر خبرية شوف في العراق شو بيصير بيصير فيه أنا ما بقى بتمرو مش ما بقى أنا برأي ما قطنعت فيها ولا ما برأي كبير شامهون قال 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 يومتا لما كان عم يعملوا الانزال أنه خليل شوف هونيك بالعلف شو بيصير حتى أعرف عندي شو بدوني عملو بس مش يعني أنه أنا بس كمان صورة العراق تزامنت مع صورة لبنان لأنه منطقة تزامنت تشكيل الحكومي مع تشكيل حكومة لبنان تزامن كتير الانتخابات تأجلت العراقية وتزامنت مع الانتخابات اللبنانية هو التزامن والتصادف هيدا خليك مش لأنه هيدا هونيك بدو لأنه بالآخر المناخي اللي عم تقليك منطقة كيف كانت رايحة يا هات الترتيبة بس أنا عملك لبنان رايحة تبريد العراق رايحة تسخين أنا أرجع على طريقة بعبدة إذا بتسمح أستاذ جون لبنان البعض بقول أنه رئاسة الجمهورية في لبنان اليوم تحتاج إلى ثلاث قواعد القاعدة الأولى القبول والدفش والدفع الأمريكي الترشيح الفرنسي والقبول أو الرفض الإيراني قداش هيدا النظرية صحيحة اليوم وإذا بهيد المعادلة موجودة اليوم كيف رايحين لإلعا ومن هو مرشح الفرنسي في لبنان أو المرشح الأمريكي في لبنان ومن سيقبل هذا الترشيح ويرفض هذا الترشيح أي ولأ يلي عمد اليوم ثلاثة صحيحين ومش صحيحين صحيحين لأنه هذه القيوة الثلاثة هي ده بس نقصيد في السعودية بعد الحكومة دولة كبيرة ليه لأنه هي رح تتولى مرحلة إعادة تنعاش أو استثمار دفع الاقتصاد في لبنان بيقلي أحد أنت بروبيسيين التقال أوروبيين إذا دفعنا 100 مليون يورو على لبنان تقوم لإيامي عنها بعيدة لظروف أكيد أول شي بدك مسار جوه وبدك هيدا وتقوم لإيامي وين وكيف ونحن ومعاملين كل جوه السعودي قادر يأمن لك 10 مليار دولار ما حدا بيقلو شي فإذا السعودي أسيسا والسعودي عنده عم بيقول رأيه في هذا الموضوع بيقول رأيه أو يتدخل يعني كمان السفير بخاري قال نحن ما عم نتدخل بس كمان أنا بدي أنا بدي أنا عم قول يعني الدولة بدأ أو لبنان يريد بدنا مصاري بدنا أموال الدولة عم تصرف آخر ما تبقى من أموالي وأموالي كيفين أموالها أموالي وأموالي مش أموالي للدولة خلصه يعني قلت لك بعدين أنه آخر بسلطة التسعة تمام وتسعة ثم ومع دا شو بعم أنا بعدين شو بعم كيف صرف أنا رهنة الصندوق النقد الدولة والرهنة الثاني الشركات التنقيب يلي راح توضع ودائعة فيه نحن نحن فيه عم بني فيه أول شي صندوق النقد بي هو قال ممكن يعطيك بأقصى الأمور يعني تقريبا ما معدله يعني 200 مليون دولار بالسنة لأنه 3-4-5 مليون يعني ما بيصل للمليار يعني إخوتي إيه إنه شو عم تعميع ودي مصرفهم بالترويئة نحن على الترويئة مصرفهم لا لا بدك صندوق النقد حيمسك البلد حيكون قوة المنتدبة للبلد هو حيعيد تنظيم الإدارة فيه هو حيعطيني الختم إنه قعدت السقة باللبنان لا يرجع يتعطى معي العالم بس الإمكانيات المالية مش من هونيك بالتالي أنا ببي حاجة لهذا الموضوع حتى مع ارجع عددلك النورة بعض أولا الأمريكان مظبوط هنا الطرف أساسي لذلك كنت عبقلك أنا هو اللي بيقدر يشتري بيها أمريكاني وبيقدر يأمن ينسج المعادلة اللي بتعمل المظلة اللي بتسمح ليفوت لأدام التسوي اللي كبنا عندي حكي عمام شوية الفرنسي ما عندو هلو الفرنسي لكن أهميته إنه قوة دافعة إنه يلا قوة دورية تدفع تدفوش الأمريكاني يلي الفاتيكران معها عم يدفوش الأمريكاني إنه لحتى لبنان ما يكون وهي مهم كتير ما يكون تعمل التسوي كتير خبروكي إنه لبنان رايح على العصر الإيراني ولبنان رايح سيكون هو تحت الوصاية السورية تسمعتي أنا كنت دائما كنت يتحك ولي لما يعني البعض يشك شو عم يحكي شو عم يخبر لبنان لن يكون تمن التسوي خلصي لا شرقا ولا غربا لا يعني رح ينضل بفلك النفوذ النفوذ نفوذ أمريكي صندوق النقد صندوق النقد من يقف خلفه بس ألي تاني بس خلي هون في فرق صندوق النقد يعني مش بيجي بحطة يعني في فرق بين هون عندك أوكوباسيون مثل ما بيقولون الفرنسي أوكوباسيون ديراكت هون مبسر وغير مبسر هونيك لا هونيك لا وأنا بحاجة بالحقيقة لإعادة بناء مؤسساتي تبع الدولة على أسس علمية فعلية صندوق النقد بتولى هيدا الشي بس مش حتى ما يكون بريء مش ببليش هودا هودا بيكون في وراه هون غايات سياسية كمان خليني برجع بالليك الأهمية بفرنسا إنو هاي تقدر هي تسمي برشح غلطوا يلي اعتقدوا هاي أمريكا رح تسمي برأيي بتفاهم مع السعوديين ايه بتفاهم مع السعوديين شو الدورة؟ واصلك ورا بعض المجام اللي كبني ورا بعض المجام ايه ايران الدورة هون برأيي نحنا عم نقول ايران ايران بتأمين ايران بس لكي ما تتجاوز حزب الله بالموضوع لبناني عشان هيك الاعتقاد يعني ايران بتأمين المناخ انو انا المناخ صار ايجابة بيشتغل تحت المناخ الايجابة بتقول المناخ سلبي هلا بيروح بياخد خطابه السلبي يعني بيكون متجانس طبيعة الحال مع السياسة مع السورة الأكبر لذلك انا ايران برأيي يعني وضع ايران طرف الفعلي هو حزب الله يستند الى مناخ اذا كنت انت مضبطة المناخ مع ايران بيقدر مثل ما صار بترسيم البحر المناخ جيد مع ايران ايه بيقدر لامكانية الزهاب لهونيك من ضمن السورة العائلة فازلا حزب الله والطرف وحزب الله هون هذه المرة سيكتسب صفة انو حامل فيتو بيعطي فيتو بس ما بيقدر يوصل بدليل يلي عم بعيشو هلا وهون لازم نقول نحنا انو حزب الله واقعي بهذا الموضوع لذلك لحد هلا طلع عم يتعطى بالاستحقاء الرئاسي بشكل حذر ولانو اولويتو اولويتو لحزب الله هو انجاز اتفاق او تسوية مع الامريكيين طرفها الاخر بيكون امريكيين لانو تسوية ما تتضمن اسم الرئيس بس تضمن اشي كتير اهم بكتير لها علاقة بالموضوع بالسلاح حكيف كلو دي والحركة وكادراته الامنية وكيف انا بدي اتحرك وين ومسائل كتير كبير يعني لا انا ودوروا بالنظام ودوروا بال بس هول تركيبة الدولة اللبنانية بتجي ما بتخص ليمين ولا شمال. مشيناك هون تقولي كمان السعودي فيت رح وصلي كمان. عم تحكي عن نظام اللبنانية. عم تحكي عن التركيبة اللبنية كمان. تركيبة السلطة. لأن نظام كنظام ما فيه عيار فيه. اتفاق الطائف. اتفاق الطائف يلي هو يعني بتعدلي ببعض بقالية تطبيقه. ليه? بتوضحي. عفوا الكلمة مش تحد ليه توضحي. قالية تطبيقه. بدك تروحي على مركزية. هادي اساسية. وكيفية تطبيقه. يعني طب الحكومات كيف تركها بقالية عملها. هادي بديك توضحيها. هادي ايه? رايحة توضحيها. بس الهيكل العظم طبع اتفاق الطائف. بدليل انهم فوطين السعودي. هلأ بيجي دور السعودي. السعودي يلي دوروا بهذا الموضوع. انا برأيي. وضحوا وقالوا. انه نحنا. وحاسم وحازن بهذا الموضوع. قال في. احنا نقول لبناني راسويال اسمي. انا راسويال اسمي. انا بيدفع مصريات. مش حرط. انه هذه التركيبة السلطة بلا تكون خارج اطار. المحاور. يعني خارج اطار الايراني. وخارج اطاري انا. انا ما بتسمي واحد. لا اريد انا. يعني سلطة تركيبة سلطوية. خارج اطار المحاور. وهذا ما يريده الامريكيون على فكرة. مش هيناك كنت عمل لك. مش هيناك عمل لك. انه التركيبة هون ساعتا بتفهمي منها من بعدها. رئيس جمهورية. رئيس حكومة. خارج نطاء الاستفافات. مش يعني متل ما بيقولوا هون انه مثلا انتوافوا ايه يعني ما له طعم اي او كابل. ممكن يكون. اه لازم يكون حازم حاسم. يقدر يرعى. ويصهر على تطبيق الاتفاق. الغير المعلن يلي رح يصير. والمعلن يلي له علاقة بموضوع اتفاق الطائفة. شو بيفرق الاتفاق المعلن عن الغير معلن? الغير معلن هو الاساسي هو. هو بين حزب الله والامريكاني. صحيح. نعم. استاذ جوني هون بعيد النقطة ازا بتسمح اليوم. تبعت بعض الاشياء اللي كتبتها واللي قلتها. عم تقول انه لا مرشح بهذا الاطار من التوصيف اللي قدمته. الا قائد الجيش جوزيف عون. انت استنتجتي هيك وانا مرات بستنتج هيك. اي. انا استنتجت من حضر لك. انا ازا هاي الصورة. نعم. اللي عم مرسمها كده. وعندك اعتيرات كده عليا مثل ما هي. عم موصف. لا انا انا عم بمشي معك خطوة خطوة. بس عمقول انه زاي الصورة عم موصفها بشكل اخليني وموضوعي. اه. متل ما. بفتكر كنا عم نحكيها بشكل ري. ازا تطلع فيها ولا يحلق قدامك. هوا الصور واضحين يعني. هيدا موقف وايك هيدا هيك هيدا هيك. الفرنساوي جرّب يفوت على الاسم دغري. اعطى من شراي ونص. وانا قلتها بناءا لمصدر فرنسا قال لي. عن سينون. فرنسا خرجت من لعبة الاسماء. قبل ما تفل هيدا سفيرة آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ بالماضي قبل اعلن طلب مونيك. فرنسا صار في حكة بدل فلان وفلان وفلان. قيل بورشحه كان سليم ادي. او سامير شو اسمه طبعا. عساف. او كده. يمكن كانوا بيميروا لحدا هنو. لكن بيأتي تموز الالفين واثنان وعشرين بآخره تجرى ارار من الاليزي فرنسا خارج اطار اي تسميات. ومن بعدها بلشوا بالاجتماعات. لعدم الحرق او التوافق بينهم بين الامريكاني انه المسمي هو الامريكاني. ما عندهم لا التسويق ولا التسميات. التسميات ستكون بين الامريكيين والسعوديين من هون. وحق الفيتو عند حزب الله من محل تاني. بس هيدا بتصير حزب الله برجع بالليك. الاهم فيهم كلهم سوا. الاهم الباجاج. الاتفاق الغير معلن. يلي عم تركز عليه حضرتك استاذ جون. بس كمان هيدا التسمية عم تقول انه وصلنا لنتيجة انه رح يكون المرشح. على دولة مشين هيك انا لما بقول بعدين. انا مش بس لانه هيك. لانه كمافية مهمة. لكن سنة التسعين صار فيه تسوية. قدت الى انهاء الحب. اتفاق الطائف. انا معمول في طائف جليل. لا اردت. والفينوت وسبعة كان في دوحة. خليك اف. خليك اف. بس هيدا الاتفاق يوم متى بديك قوية لتطبيقه. مين توالله تلطيبه لزمو لجيش السوري. يوم ما عنديك. بتسبت اتفاق بديك عصر. تمشي. لا هلا عم لانه. كانت. في شو عم تقول هلا بس نعم تقول الشيك. خليك كفين. ها عم وصلك وصلك ما عندي لعقليك كيامو متل مينة. العصر كانت يوم متى لجيش السوري. هل لا حزب الله. فات اخد المحلات. لا لا. يلي فات اخذ المناطق كلها ساقطة الشرقية وهو يطبق تطبيق الطائر بقوة جيس سويا اليوم عنديك البلد وضعيته شبيهة بحربة كما انتهينا على مستوى الدولة يعني مؤسساتها منهارة متل ما كانت سنة التسعين كل شي مباقي ركام الدولة مش موجودة بدك تعيدي بناء هذه الدولة بعد تسوية سياسية وامنية مع حزب الله بس بدي قوة تنفذها جيش طبيعة الحال الجيش اللبناني لذلك مثلا هيدا بيزد لي اناعة انا وعن بعمل قراءة لهذا الموضوع الجيش اكيد هو سيعيد بناء هذا الموضوع اكيد ما في حال تاني هيدا حاسم فيه لكن حتى الجيش بدك يروح يطبيق بدي قوة سياسية من فوق تكون مساعدة له بشان هيك هون هي تعطي افضلية اكبر لقائد الجيش حتى يكون هو رأس السلطة وهون السعودية تطرح معادلة رئيس جمهورية محايد رئيس حكومة محايد مش بس رئيس جمهورية رئيس جمهورية محايد رئيس كوني اكيد سيطفق على اسم رئيس الحكومة قبل انتخاب رئيس الجمهورية فاذا رئيس السعودية راح تسمى رئيس الجمهورية وراح تسمى رئيس الحكومة لا 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 لتلق بالتوافق بين الامريكاني والسعودة ايه ما بيكون انه حدا خارج الاسطفاء يعني اذا بتلاحظي ما سري بيالي طلع وما بقى سر وانا كتبت عنه ورجع بعدين لحوانا اكتر عن الاجتمال السعودي الفرنسي اللي صار بباريس وكان حار وليس بارد لا مش هلأتصر في عرض للأسماء انطرح أسماء انطرح انو انتو شو عندك هم عندي مش طرح أسماء لنحكي فيها الرئاسة انو قالوا انا مبابي مشي ببلشو اول اسم جبران بسيل قالوا مشو والد يعني قالوا شو في اسماء قالوا هات لنحكي شو في اسماء قالوا مشو والد حدا بالجبران بسيل فقالوا ساعت برنار امية يالي هو محمز لجبران بسيل قلت بشو رأيكم بسليفاجي اطرد السعودي ما مشي قال لي انو بشكل امتداد وهم يكون غيرنا شيء نحنا مش ماشيين بك بدكن انتو في كون تعمل بدكنية بس نحنا برها بالموقع ساعتها طرح الفين الاسماء قائد الجيش السعودي قائد الجيش انا مش ما عندي مشكل يعني خارج السفافات لا لا يعني اذا بدك هايدي المثال هون السؤال مشين هيك لما اليوم مش كتير على التوافق انا سألت السفير السعودي لما اندعينا لعنده مشي اصبعين دعالتوا هذا السؤال بقول هو الملف اللبناني لن يتأثر العلاقات بتطور العلاقات الامريكي السعودي اثنين المشكل السعودي مع امريكا هو مشكل السعودي مع الحزب الجمهوري مع ادارة بايدن مش مع الدول الامريكي لبل في كلام انه هيدا اللي عم يعملو السعودي اللي عم يعملو يعني الامير محمد بن سلمان ولي العهد هو بالتفاهم مع الفريق الجمهوري والديمقراطج الجمهوري والترامب يلي هني بيفضلو ما بستعري بنا لانه قبل بس الانتخابات الرئاسية شوية مأخرة للالفان واربع وعشرين وذا كان عندك الانتخابات النصفية بالانتخابات النصفية مظبوط لنظام رئاسي بامريكا بس اللي بيعطي مصريات للإدارة هو الكونغرس في قوة تعطيل مثل. بالمصريات. نعم. بالتالي قادر أثر عليها. مش هني بيقرروا بشو بيعملوا السياسة بس لكن في هذا التوازن بأمريكا اللي هو الكونغرس بيقطع عنه مصريات يعني بتشوفوا كيف بيعملوا بالتالي بيخنق الإدارة. قادر يخنق الإدارة يعني قادر يزعجها كتير للإدارة بيشل للإدارة. بمعادلة تانية. خليني بس حتى هون. المشكل هون السعودي البعض بطلع مش مع الأمريكيين لكن مع إدارة بايدن بهذا الموضوع. وإذا بدك بتشوفي اللي بتابع ونحنا نادرين منا اللي بتابعوا التفاصيل اللي دقوا فيها. إذا بدق شوي شوفي ما يزال مثلا علاقة منتازة ما بين السعودية الإدارة الدولة السعودية ووزارة الدفاع الأمريكية. هنالك أكثر من 200 ضابط خبير ميازة هلأ عم يشتغلوا مع مدفوعين للأجور بالجيش وبالكذا. هيدا بكونوا موصولين بالبنتاجون هو دي. بالتالي هاي المسألة مسألة تانية جزئية تانية. لذلك أنا برجع بقول لك إيه ربما أنا بفهم يلي قالوا يلي جوابني في السفيروسو بأنه ما بيعتقدوا بأنه. سيكون بأي انتخابات يحق في الفيتو الإيراني أو الفيتو حزب الله بالتسمية. هو انكسار. حزب الله مش إيران ما بتفوت بالتسمية إيران. معنا عنده بدك رأييه. حزب الله بده عبق بنواقص علينا قدامنا. شو بيعمل لبنان؟ شو عم تحكي؟ عم تحكي بعشرات مليارات مش إيه عادة تقليع بلبنان. وإيه عادة تفتحه بالتجاه المداخيل اللي برا بيقته جوعاني. متل ما البيئة اللبنانية البيئات كلها سوا جوعاني. تلعب البلد بيكون موضوعي. لكن حزب الله بقدر ما هو عقائدة وإيديولوجيا عقائدة بقدر ما هو براجماتي. بمقدار هو عداش هو عقائدة وكامل وكذا هو نبنه إيديولوجيا. هو في الوقت ذاته بهالمقدار براجماتي. تحكي بعشر بتاعب. وكيف بدي عميك؟ كيف بدي رؤك؟ ما تستئلي الوضعية الاقتصادية اللي أنا وإياك عم نعاني منها. العالم. العالم كلها. تعنيتي أنا وإياك عم نعاني هلأ من المستشفيات. صحة وكنا عم نحكي. هذا لبنان ما بقى فيك تمرضي فيه. ممنوع تمرضي. ما بقى فيك تكسر إيديك فيه. ما بقى فيك ما تموت. الله يحفظيك وانت إن شاء الله بتستطيعي يعني. كيف الواحد بده يعمل بهذا الوضع؟ يعني هو يدرك هذا الموضوع. هذا العبق الكبير ياللي علي. بس لكن بيعرف إنه هاي دي رايحة لونيك تماما كمنفذ الترسيم البحري. انت بتخيلي كنت يوم من الأيام نحنا بدنا نروح على يعني سنوات طويلة لقدام عديدة كتيرة لقدام. في وقفة العمار يعني أو خلينا نقول هدنة. مضمون لهدنة. الهدنة صاريت طائدنة. ما كنا متصور هذا الموضوع. طيب ورحنا علي بالتجاه. ولأنه في مجموعة ظروف وعواميل ما فيكي غير متروحي بالتجاهها. أول عامل في يون أنا برأيي. أوروبا. أول عامل جوع عنا. جوع عنا. جوع عنا وانتنفرد. مش كهرباء. بدنا كهرباء. مفيش كهرباء. أول عامل عنا الجوع الداخلي. واتنين طبعا الضغط الخارجي الكبير يلي كان الأوروبا مع الأمريكيين ويلي بالإخلاء الأوروبيين فاتوا نحنا بدنا هذا الموضوع مع العلم. بدل غير تلق باني عم تسمى على السيدة أصر الله وعم يحكي عن الاتفاق. قال الاتفاق عملتوا الدولة. نحنا مشينا بعملنا الدولة. يعني عم يتنصل من الاتفاق. بس كنا عم يدافع عنه. حتى الخرايط ويقود على كل شيء ويبرر ويقنع جمهوره أنه ما تخلينا. أسأل هذا الاتفاق. طبعا. طي ضل عنده هامش. نحنا دعمه لأنه لهذا الاتفاق حتى نكون عايين كمان. في بعض النقاط يلي هي تحمل تقويل بالمستقبل. طبعا. هو يريد أن ما يتحملها. وهو يضل عنده هامش التحرك العسكري. لا لا. خلاص؟ ابتهتها التحرك العسكري. هو لأنه أنا خلاص راحين على وهو اختلق نار. هلأ إذا ضربونا بنضربونا. إيه بس إذا ضربونا. بس لا هيدك حيدربني. ولا أنا أنا ويدربولي أنه في توازن الغازة هون. أو التوازن المنفعة الاقتصادية فيها. بالتالي اللي عم بقوله أنا لما بيروح هم بيعمل هيدا. هو يدرك بالآخر. شو اللي أخديك عليها؟ الظروف والمؤادلات الجديدة يلي عمت الرسم. وواقع يجب الإقرار شغلي منيحة يعني. مرات الجمهور بيقب وشفتيك. كانت تديد قاله كانت شوي آسية. لأنه الجمهور هو يعني عاطفي ويتمسك للعناوين. لا وما عنده أوقات معطيات كمان. ما بيقدر بص بالآخر يلي عندك كده بتطلع الظروف غريك؟ لا دينش فيها غريك؟ الوقت عم بدهمنا. بدي أسألك السؤال مباشرة بدون التفاف. جوني منير عبر أحد المحطات للقنوات اليوتيوب بتقول. حسب العنوان والمضمون رح أتركه تشرحه وحضرتك. حضرتك حددت أنه رح يوصل وزافعون إلى رئاسة الجمهورية. والطريقة رح يوصل فيها. وحددت الوقت. هيدا بالعنوان. وقتها تفوت على المضمون رح أتركه لأهلاك تشرح لي الموضوع. تفتت على المضمون وشفت أنه شيء. أنا للأصلة مش أسلوبة هيدا الإصارة. بيعملوا هذه الإصارة. بس لكن أنا أكيد بتطلع مثل ما كنت عم بشرح معيك. إنه المصار فيها لقدام. أول شيء بديك تكفي. أنا كنت دايما نقول إنه فيها الشحين جدية. لا تقلت لهم إسلامية فرنجية وجزافعون. إسلامية فرنجية فرصة الزهبية. فتبتخلص اليوم. يعني مع انتهاء المهلة الدستورية. يعني مع انتهاء العهد. وجزافعون تبدأ هزوزو الانتهاء بدءا من بكرة. مع بدء الفراغ أو الشغور الرئاسي. لأسباب كثيرة. بس لكن هذا مش سبب الوحيد. الآن إسلامية فرنجية بيّن إنه هو بحاجة ماسة. مش بحاجة ماسة. شرط أساسي عنده مثل الأكسجين. إنه جبران بيسيل يقلده. يبدو جبران بيسيل مثل ما كنا عم لك يرأي رشي حاله. يعني مش كوية. وبالوقت ذاته عندك العائق السعودي. إنه برجع بقلك هزب الله يدرك جيدا. أعيمة أقول. بعرف شو عم بيعني. بيعني شو عم بقوله. هزب الله يدرك جيدا إنه بالآخر بدي اتفاهم من خلال الدولة. مع السعوديين يلي بدو يجو يحطوا. مش لهيك أنا بدي سهل يلي في هذا الموضوع. العائق السعودي إنه وقالنا ما بدفع مصرية. وقالنا منسير نحن يا محلة غزة عم تاخد عم يجيها. يعني منسير وضعنا قاسف شبه بس إنه وضعنا مزري جدا. ما عندك إمكانية. وهذا أساسي عندك. طب فأزن عم بيقول عنده على عائقين وكبيرين. ما حلح له ما عنده ما عمله. ورغم الشي يبقى مرشح أساسي لدى حزب الله. رغم الشي يبقى مرشح أساسي لدى حزب الله. قادر يوفق بينه وبين جبران. ما بعرف. قادر جبران بيسير يقدم ترشيحه. اثنين. بالعلم. جزاف عم يلي بتفوت لعنده العماج جزاف عم يلي بتفوت إنتي لقدان. يلي حتى. يعني حتى جبران بيسير يلي هو يعني بيقول إنه ما مشتع مع ترشيحه. بيحكي عن ميزاته المنتازة. بقياته للجيش وبالموضوع المطرع معه والموجود. فأزن عم بيحكي أنا أكثر الناس يلي وحزب الله بيقولون أنا أبدا ما عندي فيتو عليه. أنا ما عندي فيتو عليه. هو مش مرشحي. بس أنا ما عندي فيتو عليه. يعني ما بحط فيتو عليه. بعدنا عم نحكي عن دور الحمد لله بموضوع الفيتو. طيب والجيش دوره لقدامي اللي يدي يمسكوا الأرض أكتر. وبتروع بتلاقي فأزن في عنده أبواب مفتوحة أكتر. طيب إيه طيب إيه بس هو جبران بيسير ما بده مش ماشي فيه. بقول لي كاي بس عنده. القوات الليبانية. يعني كلين القوات قالوا إنه بيمشوا فيه. نعم. الاشتراكي قالنا هلأ بعده قال. طلب السعودة من القوات عدم حرق اسم جوزيف فون. ما بشك أنا يفوت. وما عنده يعني مش عادي بتحرق. هاي ما مش عادي المسائل اللي بتحرق أو بتأيد. شو بديك حطيه على جهلا. في مشروع وضعية جايين له. في تسوية كبرى عم بتصير. من هو يلي قادر بديك تركب معادلة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الجاية وهي أساسية. ليقدروا يجيبوا لك مصريات يفوتوا على البلد. ولأنه نحنا بدنا نروح على التبريد. وبالتالي نروح بلا مشاكل مين بيقدر يفوت بهدي. أنا بلاقي استنتاجة إنه صار أقرب لإلى جوزيفهم. هي محصول لك الكيد ما في شي محصول. البعض بقول إنك مستشار ومسويق لإسمه. حضرتك شفته قبل شوي لقاءة دي الجايش. هنا أنا عارفش أجواء. لا مش صحية التعاية تقنوية. حتى ما يسمعوا اللي يفتكروا الناس بيه. الناس ها بتعزق. وهو على الوظلة. اللي يعني بيقولولي عنك إنك مستشاري وأنا سين ونص سنتين مش شايفك. وأنا ما بشوفه للقائد. يعني بشوفه قليل كتير التواصل معه. قليل كتير لقائد الجيش. وهيدي بس أنا عمقول قراءتي. ومقلة علاقة بمحل تاني. يعني مثلا لما من زمان كمان حسن بموضوع ميشيل سنمين. ما كان عندي علاقة يعني. بعمل قراءة متل ما هي برد فيها. مقلة علاقة لا تمنيتي ولا عواطفة. بغض النظر شو ما تكون. وشوية معلومات خارجية ديبلوماسية. أنا رأيي إذا كان. أنا بفتكر الجو برا بيعرفوا أنه هذا. كما قلت لك أنه. الطريق الأسهل. ما بتسمع ديبلوماسية غير ما بيقلك هك. ما بتسمع هيدا بيقول أنه. في سبيل تاني فرجونا. في سبيل تاني اللي تروح على استقرار. استعادة الاستقرار بلبنان. وتأمين بناء الدولة. غير موضوع تحطي الجيش تعطيه. تأمني له معادلة من فوق. تسوية تقدر تعطيها. وتروح على سلطة. على سلطة بعيدة عن التشنجات. راح نشوفها اللي متل معيه. وراح اقلك أكتر كمان. لكن إذا صار في خربطة إضافية لقدامه برأييه. ما تستبع ديه عودة الرقوبات الأمريكية بعد الآلف وثلات وعشرين. هذه الأساسة. هالمرة بتكون أقسى. أعي ما أقول. على ابنان أو على أطراف؟ على مسؤولين بنا. على مسؤولين كما السلطة. يعني ما تفتكري هذين. بتكون يعني طغيرين وروحهم. أعي ما أقول. إنه إذا بقي بالموضوع بالخربطة وبالمحل والدهر الأوضاع أكتر. لأنه لبنان مشروع محطوط للذهاب باتجاه التبريد. أي شغب على هذا الموضوع أي شغب على المشروع اللي كنت أقليك. خليني أقليك. المحطوط بما فيه التسوية مع حزب الله. وهون عم بحكي على أطراف خارج حزب الله. أي شغب لأسباب لها علاقة إنه بدي يشوف حال ينتظر. ما بيتطلع. أو بتقله إنه والله بالترسيم ما بيتطلع فيك. ما عنده شو اسمه مفعول رجعي. إنه أنت حصنتك حصنت حالك بالترسيم. فيك تعمل بداكية لقدام. أبدا. ممكن بتكون في عندك على عقوبات آسية. بتكون موجعة وآسية لأنه بالآخر المشروع هو الذهاب باتجاه التبريد. التبريد الوضع فيه. هلأ هيدا المسار بتقولي التبريد بليش بحس فيه. هلأ بليك لا مش بالضرورة. نحن إلى لا غالب ولا مغلوب في لبنان. عم بستنتج هيدا الكلام والأهم والأبرز من من هيدا كله. بالآ فساد. لا غالب ولا مغلوب بين مين ومين. بين الأطراف اللبنانيين. مين يعني. يعني تمانية وأربعة عشر. طيب شو طاقة تمانية وأربعة عشر من زمان. طيب الرئيس بري ما ما بتحطيه. طيب الرئيس. إلى العهد. أوكي. لا لا. خليقلك مش لا غالب معلوب. رايحين بتحجيه. رايح 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 عطيك. رايح عطيك رايح عطيك. مقابل. مقابل مين؟ مقابل بري. حزب الله مقابل بري. ما بعيد. لما نحطوا جبران بسيل قالوا بيني وبين بري نقق بري. ما نقق له هو. خلطة. اسلامية فرنجية وام تحطيها هون. روحي بالمقابل. وليد جمبلات. فإذا المغلوب الوحيد طيق طيار وطن الحد. مغلوب الوحيد ويدفع التمن هو طيار وطن الحد. لا ليش بيدفع التمن. كيف عندهم؟ لا. شو اللي عليها؟ إذا هو ما بده يسمى الرئيس. وإذا هو ما بده ينتخب. وإذا هو خارج السلطة. إذا بيروح هايك. هاي بيتفتن. أنا برأيي ما رح يتفتن. أنا بعتقد. لقدام المصالحة الممكن تكون حتى جمع الجميع. وكمان ذكريني بكلامي. ما في حدا يعني. تسويه تسويه يعني. تسويه طبيعا. لكن هاي التسويه شو يعني أهمية عنوانها؟ إزالة خطوط التماس الإقليمية الموجودة في لبنان. إزالة لخط التماس الإقليمية. شو يعني؟ لما أنت عملت ترسيم البحري أنت أزلت خط التماس الإيراني الإسرائيلي في لبنان. وقفتين. هدا معناه هو. الهدنة في جنوب لبنان. بطل فيه خط التماس. حربة. خط التماس طبيعة الحال يعني. يعني لقتين. إيراني إسرائيلي في جنوب لبنان. بطل فيه. على الأقل كل شي عم تطلع غاز. أنت أو إسرائيل. بدك فيه عندك خطوط التماس داخلية داخل لبنان. ومشين هيك الإيراني بيتطلع هون. إيراني شو كان بهمه؟ بالداخل ما كتير بهمه. بهمه طبعا حافظ على حزب الله. وضعيته إنه ما يتقذى وقوة سياسية كبرى وما إلى هناك. بس لكن في مشاريع كبرى موجودة بالعراق. بغير مع الحلال. بالخليج. فيه إشي كتيري بالمنطقة هايلة. لبنان ماشي قدامها. انت عندك بديك تروحي تبالش ترجع تشين تفكك خطوط التماس الإقليمية الموجودة بالداخل لبناني. إن داخل السلطة. مشيناك إنت لما عم تحكي عن سلطة خارج الكل. لأنه بديك تشيني خطوط التماس الإقليمية داخل السلطة اللبنانية. بديك تشينيها. ما بقى فيه الصراعات اللي كنا عم نعيشها. والدور اللي كانوا عاطيننا إياه. لأنه نضلنا حاميين ونقتل بعضنا. ومتقاتل. من أجل حسابات إقليمية أو كذا. هيدا بدي روح. مشيناك أنا متفائل بهذا الموضوع. نظري لهيدا الموضوع. يلي بيروح باتجاه. أفضل عوضعية أفضل بكتير مستقبل. هيدا مش مكرا برجع بقول. هيدا اللي بس لك. الوضع أول شي مش مكرا. هيدا بيبلش هيدا مشروع. بعد الانتخاب. بعد رئاسة الجمهورية. واتنين انت عم تكوني تعملي إعادة أعمار. إعادة الأعمار متعبة. صعبة. بس لكن بتكوني عم تعمري انت ومبسوطة. مش لما تكون عم بيهبط وعم تتكلفة. وانت يعني ضمار وتفكيك. بأدار من حلق لأدار الفراغ. يمكن يكون أكتر يمكن يكون أعادة ما ما هارف. هاي تبصير ما فيك تعرفي. هاي تبصير هيك بيجي. الأكيد إنه في حاجز زمنة ما بدون يتجوزوه الغربيين. يلي لأنه خطر. ألفان وثلاثة وعشرين. لأهو بالألفان وثلاثة وعشرين. بس هو يعني موضوع انتهاء مدة حاكم ومصافي. لأنه إذا رحتي لونيك ويروح الحاكم هو بحزيران أو بيتاموز زيك شي. إذا راح عندك مشكلة. السيستام يلي عم تركت السيستام الميري العالمي بالسيستام الليبناني. لذلك بتقولي مفترض إنه تصير قبل حزيران. قبل حزيران يعني أيار قبل حزيران. وكانون التاني يعني قبل حزيران. وقدار قبل حزيران. ما فيك تعرفي إمتى. بس إنه مفروض تنعمل هايدي تصير قبلها. بس بيقولوني بقول. إذا عنض البعض ممكن تلاقي حماوي. لأنه لاتاخد الوضع بالداخل يتفكك أكتر وينهار أكتر وينضرب أكتر. مش راح تكون لاتخربة على الموضوع مش راح تكون. بدقيقة واحدة الفوضى السياسية والدستورية راح تقدي إلى فوضى أمنية. مش لا زي من اليوم هيدا اللي فات على اللاكي. فيه قرار بالفوضى الأمنية لأ. فيه كلام إنه البعض إنه بدني عملوا فوضى أمنية لا يحرق قائد الجيش. وهي حسبات لوكان. حسبات لبنانية. لا لأنه إتصار فيه ودزلت الجيش وصار في دم. وكتحمليها لقائد الجيش. والدم هون دم لبناني. مش متل وقت نهر البارد. حرب إرهابيين وموجودين بمخيمات وكذا. مسموح الدم. لا. الدم هون مؤذن. أنا برأيي هاي. مش ناكت عملك أنا. فيه عقوبات عني. يلي بيحاول يلعب بهاي. بترو علي عقوبات. اليوم يلي فات على المصرف أوص. أطلق نار. هو دي السابع. وهو فلسطيني هو. عنده خمسين على الدولار قال لهم بياخد عربين. هيك فنت. طيب هدا لو صاب حدا. يعني اسمه دم. طبع. هيدا ممكن هيدا يصير. هل هيدا عمل آآ عفوي. آآ عفوي. لما العالم مثل ما. لأنك انت كسرتي على الحاجز. صرت عم بتفوتي. ساعة البدك بتفوتي على المصرف والطالب. على حقية اموالنا يلي راح. أنا يعني خربين بيتي. وانتي خربين بيتي. وكل ما صور. أنا نشكر الله استاذي زيوني. بس إني يعني. قعد نام ومرتاح. ما في شي. لا في. ما في حساب. في ديونة لي. وكمان في عندك. انت بتتركيون انت على جنب انت. طبع. يلي هو. لكن. لما كسرتي الحاجز بتفوتي على المصرف وقادرة. صرت الكل اللي قادر يعمل. بس هيدا بيتطور. وبصير مع السلحة. وممكن ينزل دم. ساعتها بس ينزل دم. ايه بتصير المشكلة مخيفة. بس برأيي أنا. في قرار مع الجي. يعني. للجيش. انه ما يخلي الامور تروح بالتجاه. سقوط دم. او دم الفوضى. وبرأيي. ملزم. مش انه مجبور انه يتحرك. ويقرد. لان الاستقرار. استقرار حاجز. السعي للبعض. للاستثمار فيه. بموضوع الحرتقة. بموضوع الرئاسات. على وفق الحسابات الصغيرة اللي بنانيجي بضايقة. هي هاي بيكلوا قتلي فيها. ازا بتشوفي بعد طيونة. صار في عقوبات. لانه إلا علاقة بناس حاول يروحوا. باطراف. استغلال طيونة بحسابات سياسية. اكلوا عقوبات. هالمرة بتصير اولا. مين مين مين؟ زكري يومتها مين صار في عنده عقوبات. شو فيهم انا معلي. العقوبات يومتها. زكرنا. بعد ثلاثة ايام فوتي على الجوجل بطلع. بعد ثلاثة ايام العقوبات كانت. بعد الطيونة بتلاثة ايام. لانه في كان واضح الربط بينته. هلأ. اذا حدا بيحاول. يلعب. بالموضوع الامني. ليستثمر فيه. بمسائل سياسية. وعنباني شو عنباني. بمسائل سياسية. العقوبات بتكون حاضرة واسية. لانه لا يجب اللعب بموضوع الجيش اللبناني. الجيش اللبناني خط احمر لانه سيعيد بناء الدولة اللبنانية بمؤسساتها. له دور كبير لقدامه سيكون حازم هذه العصة. رح يكون حملها الجيش عشان استعادة اعادة الهيبة للدولة في مرحلة اعادة اعمار الدولة اللبنانية. عطريب عبدة مد ما تأخر الفراغ لابد من انتخاب رئيس. هيك تعودنا وهيض هو نظامنا بقلنا. بدي اشكرك استاذة جوني منيار. بدي اشكر الزملاء هاجوب وكيفورك وكل الاصدقاء المستمعين. وإلى موعد جديد عبر صفحة.